ملهم العساوي أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني يا حبيبتي يا مصر من بين ملف الحياة هحكلكم أموم النار فيه الدرس والعبار والصبر فيه أساس فيه البطل أرمنا ربة كرام الناس فيه المعط البطل يتحد كل الناس وفيه أهل الكرام عيش عشان الناس وفيه أمة ناس تنسيوها أقرب ناس معناها إيه الحياة من غير حنان الناس حنان الناس حنان الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدنا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدنا الكرام حلقة اليوم أعتبره حلقة خاصة لأننا ننفرد بإعلان أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية هذا تقليد يعني نقوم به ونقوم عليه دائما بفضل الله تبارك وتعالى هنا في قناة الرحمة للعام الثالث على التوالي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والإخلاص دائما اللهم أمين مشاهدنا الكرام ولكن قبل أن نعلن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية لابد أن نتكلم بداية في طلقة حبره عن أهم الأخبار الوردة إلينا في صحف اليوم أهلا بكم مشاهدنا الكرام طلقة حبره اليوم يعني أخبار عديدة ولكن أنا أحاول أن أختصرها لأن حتى نستفيد بالوقت في حلقة اليوم لإعلان أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية اللي حيب فيها مفاجآت عديدة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن هنبدأ بالخبر في البداية عن الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والإعدادية الأزهرية نعرف أن النهاردة كانت بداية امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية والثانوية الأزهرية كانت يوم الأربع والثانوية العامة بدأت أمس فمنقول بداية سعيدة لثانوية الثورة وزير الكهرباء ينقذ مصر من الظلام في اللحظات الأخيرة نجح وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس في احتواء الموقف المضطرب بشركات الكهرباء في اللحظات الأخيرة أمس وقبل دقائق من توسع العاملين في خفض قدرات محطات التوليد والتي بدأت في الخامسة أمس بإيقاف الوحدة الأولى بمحطة عيون موسى بقدرة يعني أشياء عديدة يعني خبر في تفاصيل عديدة ولكن نحن بنحمد ربنا أن وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس وقف ضد من يريدون الثورة في وزارة الكهرباء والصحة تنفي احتضار الرئيس المخلوع وتؤكد استقرار حالته إحالة بلاغ يتهم جمال مبارك والعدل بالتخطيط لتفجيرات شرم الشيخ لنيابة أمن الدولة والصحة تنفي احتضار الرئيس المخلوع وتؤكد استقرار حالته الثانوية العامة تحت حراسة الجيش والشرطة واللجان الشعبية سؤال التعبير عن 25 يناير وشكاوى محدودة من طول غركة اللغة العربية وقيادات الحرية والعدالة يهاجمون أمريكا والعريان يحذرها من دخول سوريا واليمن طبعا الحرية والعدالة ده حزب الحرية والعدالة التابع لي جماعة الإخوان المسلمين وإحالة بلاغ قادة الضربة الجوية ضد هيكل للنيابة العسكرية أيضا فتوى غريبة للدكتور علي جمعة المفتي بيقول الخوض في فساد رموز النظام السابق لا يجوز ودي فتوى موجودة في جريدة الدستور وإحنا مش عارفين الكلام ده صح ولا غلط ولكن لابد أن احنا نتحقق من هذه الفتوى ولكن الفتوى موجودة رد المفتي على سؤال هل يمكن الامتناء عن الأدلاء بالأصوات في حالة عدم موجود مرشح للرئاسة يستحق ومع حكم الشرع في الحديث عن رموز النظام السابق وعن فسادهم على الرغم من عدم تأكيد تلك الاتهامات فالشيخ المفتي بدليل جريدة الدستور بتقول أنه موقع على الفتوى موجود في النهاية الدكتور علي جمعة مفتي الضيار المصري الأردن توافق على زيادة أسعار الغاز المصري والبطرور القرار يدعم موقفنا مع إسرائيل وبدء ضخ تجريب الغاز لشمال سيناء والأردن وإسرائيل حزب الإخوان يبدأ اللقاءات الجماهرية بمؤتمرين على أنغام الديجي وأنغام شادية وعبد الحليم تنصيق بين الوفد والحرية والعدالة حول قانون الحقوق السياسية والنظام الانتخابي وعودة أسامة رجز القياد البارس بالجماعة الإسلامية للقاهرة بعد غياب 23 سنة وأيضا النائب العام بخصوص بلاغ طياري حرب اكتوبر ضد هيكل النائب العام يحيد بلاغ طياري حرب اكتوبر ضد هيكل للنيابة العسكرية العسكرية أيضا معانا أخبار أخرى الكنيسة تعلن تحفظتها على قانون دور العبادة الموحد البابا يصل القاهرة اليوم والعسى ويبحث إعادة جلسات النصح مجهولون يقتلون موظفا بمعبر رفح والعريان بأولى القوى السياسية تتصارع على جلد الدب قبل أن نصطاده ونشكر المجلس العسكري على مقدمه ونلومه على بعض التصرفات وندين انتهاكات حقوق الإنسان والعاهل السعودي يبحث مع موسى الأوضاع العربية وحسام كامل يمنع الصحفيين من متابعة أول انتخابات للقيادات الجماعية حسام كامل هو رئيس جمعة القاهرة والمهدي ينفي إصداره تعليمات بإلغاء لقب الرئيس المخلوع واستبداله بالسابق في نشرات الأخبار طبعا المهدي هو اللواء طارق المهدي القائم بتسيير الأعمال باتحاد الإزاعة والتلفزيون يعني أخبار عديدة مشاهدين الكرام أيضا منقبة حاولت اختراق جناح مبارك وبيقولوا صحة الرئيس السابق مستقرة والاكتئاب مستمر والبلتاجي القيادة بالجماع أنا عارف أننا بقول أخبار أكتر من خبر للإخوان ولكن هم موجودين في كل جريدة النهاردة البلتاجي القيادة بالجماع بيقول الإخوان قادرون على الفوز بالأغلبية البرلمانية وبالرئاسة لو أردوا دي أهم الأخبار مشاهدين الكرام يعني حاولنا أن احنا نقول بعض الأخبار بصورة سريعة ولكن فيه خبر مهم جدا لابد أن احنا نتوقف عنه ونقوله ألا وهو لأن كتير بكتير أكيد أنا متأكد أن كتير بيتكلم فيه كتير متشكك في الموضوع الكلام ده تقال ولا الكلام ده ما تقالش الموضوع باختصار هو أمر خاص به فضلة الشيخ محمد حسان الشيخ محمد حسان في خطبة الجمعة أول أمس كانت خطبة الجمعة الماضية بمسجد المدينة المناورة بمنطقة حدائي الأهرام بالجيزة كان عنوان الخطبة لا تلبسوا الحق بالباطل الشيخ محمد حسان كان يتكلم عن اللبس في اللغة وفي الاصطلاح ويتكلم عن اللبس ويه لبس الحق بالباطل كان يتكلم عن المرتدين في عصر الصحابة سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ومقتل سيدنا عثمان وأمور عديدة ثم يتكلم عن لبس الحق بالباطل في واقعنا المعاصر هو كان يتكلم عن الصحابة كان يتكلم عن التبعين كان يتكلم عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن لبس الحق بالباطل من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال السيرة ولكن هو دايما زي ما تعودنا من الشيخ محمد حسان يربط الماضي بالحاضر يربط الواقع بالماضي فتكلم عن لبس الحق بالباطل في واقعنا الآن من خلال النخبة من خلال القرآنيين من خلال من يريدون إشعال الفتنة الطائفية من خلال من يريدون إشعال البلد بفتن عديدة ومتعددة من خلال الهجوم على الطيرات الإسلامية من خلال الهجوم على فصيل معين دون فصيل آخر ثم معاودة الهجوم على فصيل آخر دون فصيل آخر ثم تحدث عن الجيش وقال بأن هناك من يتهم الجيش بالطباطو هناك من يتهم الجيش بالخيانة هناك من يتهم الجيش بأشياء عديدة فهو الشيخ محمد حسن بيقول من يتهم المجلس العسكري بالطباطو من يتهم المجلس العسكري بالخيانة لابد أنه يعلم هو يعرف هو بيعمل إيه حتى تستقر الأمور لابد من دفع عجلة الإنتاج لابد من دفع عجلة التنمية لابد من الإنتاج لابد من فضل الاعتصامات أشياء عديدة ده الكلام واضح وإحنا سمعنا الكلام ده في خطبة الجمعة واللي أعيدت وأزيعت اليوم قبل ظهر النهاردة أيضا فالأمور موجودة اللي حدث إيه جريدة اليوم السابع موقع اليوم السابع بالتحديد نشرت وعلى وجه التحديد الزميل علام عبدالغفار كان موجود في الخطبة فهو نشر جزء من أجزاء من خطبة الجمعة اللي تلبسوا الحق بالباطل لما نجي نقرأ الموضوع هنلاقي الموضوع جميل ما فيش فيه مشكلة ولكن العنوان نفسه المنشتة نفسه بيقول الشيخ محمد حسان من يتهم المجلس العسكري بالخيانة كالمرتد بعد وفاة الرسول ده العنوان لما نجي نشوف الموضوع الكلام مش موجود لما نجي نسمع كلام الشيخ حسان ما قالش الكلام ده خالص ولا تطرق للموضوع ده نهائي ولا قال من يتهم المجلس العسكري بالخيانة كالمرتد بعد وفاة الرسول ولا قال من يتهم المجلس العسكري بالخيانة كالمرتد ما قالش الكلام ده كله الشيخ حسان بيتكلم في موضوع معين الصحفي خاد الكلام ونشر هذا الكلام للأسف للأسف المفترض أنا قصحفي لما أنا أسمع الكلام ده أنا قرئيس قسم أو مدير تحرير أو رئيس تحرير لما أسمع الكلام ده أنه جاي على لسان الشيخ حسان وأي أحد من الرموز من رموز الدعوة الموجودة في مصر وأشوف أن الشيخ لم يعتد عليه هذا الكلام ما أسمعناش الشيخ قال التصرحات ده قبل كده ما أخدش الكلام وأقوم مجرد ما الصحفي يجيب للخبر لابد أن أنا أتأكد أسمع الشيخ محمد حسان أرجع لخطبته أرجع لأستاذ محمود حسان مدير القناة وشوكي الشيخ يا شيخ محمود الكلام ده تقال ولا الكلام ما تقالش أسأل أي حدي موجود في القناة من المقربين ونعرف الكلام ده تقال ولا ما تقالش لو الكلام ده تقال لا بالفعل هذا الكلام قيل والشيخ بيتحمل مسؤوليته لأن الشيخ محمد حسان لا يخشف الحق لو ما تلائم وبيقول الحق ولو كانت الظروف ولكن هو لم يقول هذا الكلام والكلام فهما خطأ الأخطر من كده لما الكلام ده 12 مبارح يوم الجمعة بالليل على وجه التحديد والخبر بدأ يتناقل من جريدة إلى أخرى من موقع إلى آخر الأسف جريدة اليوم السابع موقع اليوم السابع عملوا تحقيق كبير النهاردة وجابوا بعض الرموز من حزب التجمع من حزب الوفد من المجلس القوم والحقوق الإنسان من الحزب الناصري من حزب الوسط أحزاب كتيرة جدا تعليقوا إيه على كلام الشيخ حسان طبعا الرموز دي أو المصادر دي الصحفي بيقول له ولما نجي نقرأ الخبر نجي نقرأ التحقيق هنلاقي خمس صحفيين هما اللي عاملين التحقيق من الصحفي واحد خمس صحفيين هما اللي عاملين الموضوع يا فلان رأي حضرتك ايه في كلام الشيخ حسان الشيخ حسان بيقول ايه بيقول من يتهم المجلس العسكري بالخيانة كالمرتد بعد وفاة الرسول يقوم المصدر بدون تحقق وبدون التثبت من الكلام وبدون الرجوع للخطبة وبدون الرجوع لكلام الشيخ وبدون الرجوع لتفريق الخطبة اللي موجودة على الانترنت أقول الشيخ حسان ده بيقحم الدين بالسياسة ده الشيخ حسان معرفش بيعمل إيه ده كلام لا يعتد به ونقعد نسمع كلام كلام يعني ما أنزل الله به من سلطان كلام المفترض أنا كمصدر أتحقق من الكلام لأننا بأحدث في دماغي أن ربنا حيسألني عن كل كلمة أنا بقولها ربنا حيسألني عن كل كلمة أنا بكتبها الكلمة دي صحي ولا كلمة غلط والحقيقة بعد كده أستاذ محمود حسان باتصالات معينة مع موقع اليوم السابع اتصلنا بمدير التحرير أستاذ سعيد الشحات واتصلنا بأستاذ خالد صلاح أستاذ محمود قال له هذا الكلام لم يقوله الشيخ وبعتنا له الخطبة صوت وصورة وبعتنا له الخطبة مكتوبة مفرغة حرف حرف الكلام مش موجود الكلام مش موجود شال الخبر شال التحقق من على الموقع ولكن أنا هعمل تجزيب أنا هعمل نفي لهذا الكلام ولكن اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها الكلام ده أنا بقول لحضراتكم النهاردة من من الساعة ثلاثة وإحنا الوقت الساعة كام شوف وإحنا الساعة كام دلوقتي يعني ده الساعة تمانية تمانية أو خمسة تمانية أو عشرة الكلام ما فيش فيه لاتفيه تجزيب ولا فيه نفي الأمر إن هم اللي عملوه شالوا الخبر وشالوا التحقيق ولكن العبرة مش إن أنا أشيل الخبر ولا أشيل التحقيق لأن الموضوع انتشر على الجرائد وانتشر على مواقع الانترنت لابد من تجزيب ولابد من الاعتراب بالخطأ للشيخ محمد حسان لأن كلامه لأن الصحفي اللي كتب الموضوع حرف كلامه ولبس عمل حالة لابس كبيرة في الموضوع وقرن وعمل خلط كبير جدا بين البداية في كلام الشيخ وبين النهاية في كلام الشيخ بيتكلم عن المرتدين في عهد الصحابة ورابط مسألة المرتدين بأن الشيخ بيقول من يتهم المجلس العسكري بالخيانة كالمرتد نقول له الشيخ ما قالش الكلام ده يقول لك لا ما هي حالة الشيخ بيشبه الكلام ده بالكلام ده الكلام على وجه العموم احنا هنسمع كلام مهم جدا من فضلت الشيخ حسان في حلقته النهاردة مشاهدون الكرام والحقيقة ان جريدة الوفد وجرائد اخرى وموقع الوفد ومواقع اخرى نشرت النفي ونشرت ان الكلام ده لم يقوله الشيخ مشاهدون الكرام يلا بنا نبدأ مع اوائل الشهادة الابتدائية الازهرية ونقول لجميع الفبروك فيه الدرس والعبار والصبر فيه اسار فيه البطل ارملا ربات كرام النار فيه المعطل البطل يتحد كل الناس كل الناس وفيه اهل الكرام عيش عشان الناس عشان الناس وفيه امة ناس تنسيوها اقرب ناس معناها ايه الحياة من غير حنان الناس حنان الناس حنان الناس اهلا بكم مشاهدين الكرام يعني تقليد جديد احنا بنعمله دايما بفضل الله تبارك وتعالى ومستمر مع اعلان اوائل الشهادة الابتدائية الازهرية يعني احنا بنقول بننفرد بنشر الاسماء وبننفرد بالتفاصيل كلها بنقول حنقول الترتيب وحنقول رقم الجلوس واسم الطالب والمعهد والمجموع والنسبة المقوية وايضا كمان يعني حاجة جديدة بنقدمها السنة دي حنقول عنوانه بالتفصيل عنوان الطالب بالتفصيل اللي هما الحصين على المراكز الاولى مكان وفين وبلده ايه وعمرته ايه وشقيته رقم كام لان ببقى فيه لابس كبير لما بنيجو نوع الاسماء بيبقى فيه اولياء امور بيتصلوا بيقول انا ابن طالع من الاوائل وانتو ما قلتوش اسماءه يعني اشياء عديدة احنا بنبعد عن اي اي شك فيه اي جزئية عشان الكل يبقى مطمئن ان شاء الله تبارك وتعالى احب اقول في البداية ان النتيجة نتيجة اوائل الشهادة الابتدائية الازهرية سيتم اعتمدها غدا بإذن الله تبارك وتعالى في العاشرة صباحا هيعتمدها غدا الاثنين الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر نتيجة امتحان الشهادة الابتدائية الازهرية صرح بذلك فضلته الدكتور محمد واصل وكيل الازهر ورئيس قطاع المعاهد الازهرية والشيخ محمد جميل رئيس كنترول الشهادة الابتدائية الازهرية بيقول ان البنات حصلنا على اعلى الدرجات مقارنة بالبنين مؤكد انه افراد الكنترول كانوا وضعين نصب عينهم اعطاء كل طالب حقه بدءا من دخول اوراق الاجابة ثم المراجعات اكثر من مرة والاستاذ جمال باسيوني مساعد اول رئيس كنترول الشهادة الابتدائية بيصرح ان نسب النجاح وحنسمعهم ان شاء الله في مدخلات نسمعهم افضل من احنا نقول الكلام اللي هم صرحوا به معنا ولكن انا حس اذنكو قبل ما نقول الاسماء هنطلع لي فاصل قصير جدا لمشاهدان الكرام ونعلن اسماء اوائل الشهادة الابتدائية الازهرية لهذا العام اوائل الشهادة تبعث بالبشرى وتهنئ امتها الكبرى الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ امتها الكبرى وتقدم باقة ازهار وتقول لمن نجح شكرا وتقول لمن نجح شكرا وتقول لمن نجح شكرا وتقول لمن نجح شكرا والم نجح شكرا والم تراقب في فرح وترد الفضل لذي القدرة بوركتم يا روح فؤادي قدمتم للدارس عبرا قدمتم للدارس قدمتم للدارس عبرا الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ امتها الكبرى وتقدم باقة ازهار وتقول لمن نجح شكرا اسعدتم افراد الاسرة وزرعتم املا في بكرا فالوالد في فرح يجد والبيت رياض مزدهرة والام تراقب في فرح وترد الفضل لذي القدرة بوركتم يا روح فؤادي قدمتم للدارس عبرا اكيد النشيد ده احنا بنستناه بننتظره من العام للعام بنقول للجميع الفبروك يلا نبدأ مع بعض مشاهدين الكرام علشان الوقت ما يضعش مننا لان الاسماء عديدة لان احنا معانا واقل مبصرين واقل المكفوفين معانا العشرة الاواقل من هنا ومعانا العشرة الاواقل من هنا حنقول الترتيب الاول حنقول اوائل الشهادة الابتدائية الازهرية مبصر اولا الترتيب الاول رقم الجلوس مية خمسة وخمسين تبنمية ستة وعشرين اسم الطالب اي مدحة مصطفى عثمان آية متحة مصطفى عثمان المعهد معهد الصفوة الخاص فتيات الفيوم المجموع 641 والنسبة المقاوية 98 و 62 من 100% يبقى الترتيب الأول الأولى على مستوى الجمهورية في الشهادة الابتدائية الأزهرية آية متحة مصطفى عثمان معهد الصفوة الخاص فتيات الفيوم المجموع 641 والنسبة 98 و 62 من 100% و عنوانها قرية دلة بالفيوم الترتيب الثاني رقم الجلوس 196 489 اسم الطالب هدير أسامة محمد أحمد هدير أسامة محمد أحمد المعهد مدينة السلام النموذاج بالقاهرة مدينة السلام النموذاج بالقاهرة المجموع 640 والنسبة 98 و 46 من 100% يبقى الترتيب الثاني على مستوى الجمهورية هدير أسامة محمد أحمد مدينة السلام النموذاج القاهرة مجموعة 640 والنسبة 98 و 46 من 100% الترتيب الثالث هدير من شارع اللواء الإسلامي مدينة السلام شارع اللواء الإسلامي مدينة السلام الترتيب الثالث على مستوى الجمهورية في الابتدائية الأزهرية رقم الجلوس 151 544 151 544 البراء محمد عبد الحق مأمون تور سيناء النموذاجي تور سيناء المجموع 639 والنسبة 98 و 31 من 100% وعنوانه حي السلام الجديد وعمارة 19 حي السلام الجديد عمارة 19 تور سيناء النموذاجي الثالث مكرر 100 196 اسم الطالب صارى عماد عز الدين خميس صارى عماد عز الدين خميس معهد طلائع الأزهر الشريف الخاص بالكاهرة طلائع الأزهر الشريف الخاص بالكاهرة المجموع 639 والنسبة 98 و 31 من 100% الثالث مكرر أيضا رقم الجلوس 121 850 121 850 اسم الطالب أسماء صلاح عويس عمران أسماء صلاح عويس عمران معهد عمر بن عبد العزيز النموذاجي بالإسماعيلية عمر بن عبد العزيز النموذاجي بالإسماعيلية المجموع 639 والنسبة 98 و 31 من 100% أسماء صلاح عويس عمران 56 شارع أبو الخير حي السلام الإسماعيلية أيضا الثالث مقرر 106 رقم الجلوس 196 427 196 427 روان حسين عبد الجليل السيد حسن روان حسين عبد الجليل السيد حسن معهد مدينة السلام النموذاجي بالكاهرة معهد مدينة السلام النموذاجي بالكاهرة والمجموع 639 والنسبة 98 و 31 من 100% روان حسين عبد الجليل السيد حسن مدينة السلام شارع 19 بلوك 19 مدخل 2 طيب المركز السابع نتوقف عند المركز السابع ونستقبل مدخلة مهمة معنا لأستاذ جمال أستاذ جمال باسيوني مساعد أول رئيس كنترول الشهادة الابتدائية الأزهرية نقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وبركاته أهلا أستاذ جمال إزاي حضرتك يا سيدة المشاعات الأركان دي خلق بعضية مش عارف عجل يا أستاذ جمال الأركان دي خلق بعضية بواحد يتكلم يا أستاذ جمال معانا على هو تفضل يا أستاذ جمال تفضل أهلا وسهلا يا أستاذ جمال معك مولها من عيسى وتفضل على الهوى طيب نعود لاتصال مرة أخرى طيب المركز السابع والترتيب السابع محمد محمود الشربيني حسنين أحمد محمد محمود الشربيني حسنين أحمد معهد طلائع الأزهر الشريف الخاص بالقاهرة معهد طلائع الأزهر الشريف الخاص بالقاهرة المجموع 637 والنسبة 98% طيب نستقبل الأستاذ جمال مرة أخرى السلام عليكم الأركان داخل طيب 192-114 اسم الطالب محمد محمود الشربيني حسنين أحمد محمد محمود الشربيني حسنين أحمد معهد طلائع الأزهر الشريف الخاص بالقاهرة المجموع 637 والنسبة 98% السابع مقرر رقم الجلوس 196-497 196-497 اسم الطالب أسماء أحمد عبدالله بغدادي أسماء أحمد عبدالله بغدادي المعهد السلام البحر النموزاجي بالقاهرة السلام البحر النموزاجي بالقاهرة المجموع 637 والنسبة 98% أسماء أحمد عبدالله بغدادي مساكن الضباط عمارة 24 بلوك 12 السابع مقرر أيضا 58-100 رقم الجلوس 58-100 اسم الطالب سارة علي إبراهيم محمد سارة علي إبراهيم محمد معهد ديميسنا البحيرة معهد ديميسنا البحيرة المجموع 637 والنسبة 98% سارة علي إبراهيم محمد منشئة ديميسنا أبو حمص بحيرة منشئة ديميسنا أبو حمص بحيرة العاشر 100 رقم الجلوس 191 871 رقم الجلوس 191 871 اسم الطالب لأي وليد محمود حسن لأي وليد محمود حسن معهد الكلمة الطيبة الخاص بالقاهرة معهد الكلمة الطيبة الخاص بالقاهرة والمجموع 635 والنسبة 97 و69 من مية في المية العاشر مقرر رقم الجلوس 106 938 نديا طاهر علي البغدادي نديا طاهر علي البغدادي معهد 100 بدر حلاوة الغربية 100 بدر حلاوة الغربية والمجموع 635 والنسبة 97 و69 من مية في المية نديا طاهر علي البغدادي 100 بدر حلاوة بالغربية العاشر مقرر رقم الجلوس 117 960 117 960 اسم الطالب كريمان عبدالقادر محمود عبدالقادر كريمان عبدالقادر محمود عبدالقادر معهد عبدالسطار عليوة بقفر الشيخ معهد عبدالسطار عليوة بقفر الشيخ المجموع 635 والنسبة 97 و69 من مية في المية العاشر مقرر رقم الجلوس 88 440 88 440 اسم الطالب اسراء يسري عيد عبدالغني اسراء يسري عيد عبدالغني معهد طومبو بالمينيا معهد طومبو بالمينيا المجموع 635 والنسبة 97 و69 من مية في المية اسراء يسري عيد عبدالغني منشية بكير طومبو بني مزار بالمينيا دول العشر أسماء العشر أوائل اللي ابتدائية الأزهرية مبصر حنقولهم مرة أخرى مشاهدين الكرام سريعا الترتيب الأول رقم الجلوس 155 826 الطالبة آية متحد مصطفى عثمان معهد الصفوة الخاص بفتيات الفيوم المجموع 641 والنسبة 98 و62 من مية في المية الثاني 196 رقم الجلوس 196 489 هدير أسامة محمد أحمد مدينة السلام النموذاجي بالقاهرة معهد مدينة السلام النموذاجي بالقاهرة المجموع 640 والنسبة 98 و46 من مية في المية الترتيب الثالث 151 544 اسم الطالب البراء محمد عبد الحق مأمون معهد طور سيناء النموذاجي طور سيناء المجموع 639 والنسبة 98 و31 من مية في المية الثالث مقرر 196 ستة وتسعين زير وستين صار عماد عز الدين خميس معهد طلائع الأزهر الشريف الخاص بالقاهرة والمجموع 639 والنسبة المأوية 98 و31 من مية في المية طيب نتوقف أيضا عند الثالث مقرر ونستقبل مدخلة مهمة جدا ومدخلة عزيزة علي شخصيا من الإعلام البارز اللي بنتعلم منه دائما والدكتور محمود خليل بإذاعة الكرآن الكريم دكتور محمود السلام عليكم أهلا أخي ملهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرك أستاذنا دم تلو أستاذنا يا الله يا أخي وتبلل خلام الشيخنا الشيخ حسان صاحب هذه الرسالة الرصينة المتوازنة التي تسددون وتقاربون بها بين طبقات الأمة الحمد لله رب العالمين يعني كلمة حضرتك بتوجه لي أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية الله يعني بعد التهنئة القلبية لهؤلاء الأبناء الأعزاء يعني بصفة شخصية لعل أعز وأهم شهادة يعتز به الإنسان في حياته الابتدائية نعم إذ بها ابتدأ توجهه وبها ابتدأ منشطه العلمي فهي العتبة لما بعدها هذا أمر الأمر الثاني سمن المرحلة الابتدائية هو نهاية سمن تكوين المفاهيم وبدايات عتبة المراهقة فهذه المرحلة الخطيرة جدا في حياة كل إب عندما يبدأها بالتفوق والأفق الأعلى ومشدان الهدف لسيما أن هذا الجيل بإذن الله هو الجيل الذي سيبني ويحقق آمال هذه الثورة هذا الجيل الذي ولد مع أنفاس الحرية ومع آفاق العدل ومع آمال المساواة نسأل الله أن يكون هو جيل النصر المنشود وجيل البناء المنتظر بإذن الله عز وجل نهني أولياء الأمور آباء وأمهات ونهني هؤلاء الأبناء ونهني أنفسنا بأننا أمة ودود ولود إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمك دكتور محمود وسعداء بمدخل حضرك معنا إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور محمود خليل إذاعة الكرآن الكريم شكرا جزيلا سنخرج لفاصل ونعود بعد الفاصل سنعود إن شاء الله لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إيجابة ما فيه قعدنا فضل الله بفضل الله لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إيجابة ما فيه شكرا جزيلا أهلا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل نكمل أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزارية المبصر كنا وقفين عند الثالث مقرر رقم الجلوس 121-850 أسماء صلاح عويس عمران معهد عمر ابن عبد العزيز النموزاج بالإسماعيلية والمجموع 639 والنسبة 98 و31 في المية الثالث مقرر رقم الجلوس 196 427 روان حسين عبد الجليل السيد حسن معهد مدينة السلام النموزاج بالقاهرة والمجموع 639 والنسبة 98 و31 من مية في المية الترتيب السابع رقم الجلوس 192 114 اسم الطالب محمد محمود الشربيني حسنين أحمد محمد محمود الشربيني حسنين أحمد معهد طلائع الأزهر الشريف الخاص بالقاهرة معهد طلائع الأزهر الشريف الخاص بالقاهرة والمجموع 637 والنسبة 98% السابع مقرر رقم الجلوس 196-497 اسم الطالب أسماء أحمد عبدالله بغدادي أسماء أحمد عبدالله بغدادي معهد السلام البحر النموزاجي بالكاهرة والمجموع 637 والنسبة 98% السابع مقرر أيضا رقم الجلوس 58% اسم الطالب سارة علي إبراهيم محمد معهد ديميسنا بالبحيرة المجموع 637 والنسبة 98% الترتيب العاشر رقم الجلوس 191-871 اسم الطالب لأي وليد محمود حسن لأي وليد محمود حسن معهد الكلمة الطيبة الخاصة بالكاهرة والمجموع 635 والنسبة 97 69 من 100% العاشر مقرر رقم الجلوس 106-938 106-938 اسم الطالب نادية طاهر علي البغدادي معهد ميد بدر حلاوة بالغربية والمجموع 635 والنسبة 97 69 من 100% العاشر مقرر رقم الجلوس 117-960 اسم الطالب كريمان عبدالقادر محمود عبدالقادر معهد عبدالسطار عليوة بكفر الشيخ مجموع 635 والنسبة 97 69 من 100% العاشر مقرر 88 440 السراء يسري عيد عبدالغني السراء يسري عيد عبدالغني معهد طنبو بالمينيا والمجموع 635 والنسبة 97 69 من 100 في المي دول مشاهدين الكرام اسماء أوائل الشهادة الابتدائية مبصر طبعا احنا بنقول لهم ألف مبروك بنقول لأولياء الأمور ألف مبروك وإحنا في انتظارهم بإذن الله في حلقة الأربعاء القادم هتبقى حلقة خاصة أيضا إن شاء الله لتكريم أوائل الشهادة الابتدائية على الهواء مباشرة إن شاء الله نشاركهم فرحتهم نشاركهم سرورهم وسعادتهم إن ربنا وفقهم وبأصبحوا من أوائل الشهادة الابتدائية الأزارية عايزين نعرف هما وصلوا كده إزاي عايزين نعرف هما كانوا بيذكروا كده إزاي علشان يبقوا قدوة لكل الطلبة والطالبات اللي بيتمنوا إن هما يبقوا من أوائل الشهادة الابتدائية ويا رب يوفق الجميع الشهادة الاعدادية والشهادة الثانوية اللي إن شاء الله تبارك وتعالى هنبقى أيضا موجودين معهم لحظة لحظة بإذن الله تبارك وتعالى طيب ممكن حد من الطلبة أولية أمر من من الطلبة دول هيقول طيب إحنا يعني نتواصل معاكم إزاي الحقيقة إحنا بنواجه مشكلة في في الأزهر الشريف طبعا التربية وتعليم بيبقى أسماء الطلبة وأسماء الأوائل برقم التلفون بكل شيء المسألة دي مش موجودة في الأزهر الشريف ولكن طبعا إحنا بنشكرهم على جهدهم وبنشكرهم على حسن تعاونهم معنا ويعني بنتوجب بالشكر والتقدير لفضلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ولفضلة الدكتور محمد واصل وكيل الأزهر ولفضلة الشيخ إبراهيم عبد العالي عبد الرحمن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وأيضا بنتوجب بالشكر الرئيس الشهادة الاتفدائية ووكيل قطاع المعاهد الشيخ عبد التواب قد أيضا نخص بالشكر أيضا والتقدير لفضلة الشيخ الشيخ محمد جميل الرئيس كنترول الشهادة الاتفدائية ومساعدينه الشيخ فاروق عبد الرحيم والأستاذ جمال باسيون المحترم والأستاذ محمد نور والأستاذ سعيد رياض والأستاذ حازم سليمان إحنا بنتوجب بالشكر والتقدير لكل هؤلاء ولكن إحنا بنقول إحنا تلفوناتنا موجودة تلفونات القناة موجودة اللي بتظهر دايما على الشاشة التواصل أيضا من خلال موقع القناة من خلال الفيسبوك من خلال الإيميل من خلال الموقع من خلال تلفونات تلفونات القناة وأيضا من خلال التلفون الشخصي تلفون الشخصي اللي هو معروف لي الجميع وقلنا قبل كده اللي هو 011361966 ياريت نتصل بحيث أنا بتمنى أن كل الأوائل عشر أوائل المبصرين يكونوا متواجدين معنا في اللقاء القادم علشان نقرمهم على الهواء بإذن الله تبارك وتعال طيب تعالوا ما بعدنا ننتقل إلى أوائل الشهادة الابتدائية مكفوفين طبعا إحنا بنقول لهم ألف مبروك وانتوا فؤرسنا وربنا ينور بصركم وبصراتكم يا رب اللهم أمين ونسعد بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى وأوائل طبعا أوائل الشهادة الابتدائية مبصر أعتقد أنتم شايفين الأسماء على الشاشة اسم الطالب وي المعهد إحنا علشان تبقى الأمور أيضا واضحة للي ما تبعناش من بداية اللقاء تعالوا ما بعد نشوف مشاهدنا الكرام مين الأوائل في الشهادة الابتدائية الأزهرية كفيف بعد الفوصل اشتركوا في القناة ما تبعث بالبشرى ما تبعث بالبشرى الرحمة تبعث بالقشرة وتهنئون متى الكبرى وتقدم باقة أزهار وتقول لمن نجح شكرا أسعدتم أفراد الأسرة وزرعتم آملا في بكرة فالوالد في فرح يشد والبيت رياض مزدهرا والأم تراقب في فرح وترد الفضل لذي القدرة بوركتم يا روح فؤادي قدمتم للدارس عبرا الرحمة تبعث بالقشرة وتهنئون متى الكبرى نشيد جميل وفيها فرحة وفيه بهجة وفيه صرور ربنا يوفق الجميع يا رب الله أمين أول الشهادة الابتدائية الأزرية كفيف مشاهدين الكرام الترتيب الأول رقم الجلوس مية اتنين وخمسين تسعمية واحد وستين أنا عايز الكل ينتبه بيه وخصوصا ليه المكفوفين ربنا يكرمهم ويعزهم ويرفع قدرهم يا رب الله أمين رقم الجلوس مية اتنين وخمسين تسعمية واحد وستين اسم الطالب كريم ممدوح محفوظ إبراهيم كريم ممدوح محفوظ إبراهيم معهد التعمير بالواد الجديد معهد التعمير بالواد الجديد المجموع ربعمية تسعة واربعين وبالمناسبة المجموع اللي حصل عليه كريم ده أعلى مجموع حصل عليه طالب في الشهادة الابتدائية الأزهرية أعلى مجموعة ربعمية تسعة واربعين ربعمية تسعة واربعين والنسبة تسعة وتسعين وتمانية وسبعين من مية في المية على ما نتذكر أنا حتى معايا أسمائي أوائل العام الماضي كان أول طالب من أوائل الشهادة الابتدائية كفيف كان هو عبد الملك مصطفى إبراهيم محمد كان معهد المقاطع لإعداد بنين كام الدهلية وكان مجموعه ربعمية واربعين وكانت النسبة مية في المية ولكن كريم مجموعه أعلى بالنسبة للشهادة الابتدائية هذا العام يبقى أول طالب معنا رقم الجلوس مية اتنين وخمسين تسعمية واحد وستين اسم الطالب كريم ممدوح محفوظ إبراهيم معهد التعمير بالوادي الجديد مجموعه ربعمية تسعة واربعين والنسبة تسعة وتسعين وتمانية وسبعين من مية في المية وعنوان كريم بالتفصيل الخارجة حي الأمل عمارة ستة شقة تنين الوادي الجديد الترتيب الثاني الترتيب الثاني مية سبعة وسبعين ميتين أربعة وستين مية سبعة وسبعين ميتين أربعة وستين اسم الطالب محمد أحمد محمد عبد السلام محمد أحمد محمد عبد السلام معهد مية عالب الدهلية معهد مية عالب الدهلية المجموع 444 والنسبة 98.67 من 100% محمد أحمد محمد عبد السلام ميت علي المنصورة الداهلية المركز الثالث 97.265 عبد الرحمن عمر السيد عبد الرحمن طعيمة عبد الرحمن عمر السيد عبد الرحمن طعيمة معهد كفر جبين بالأليوبية معهد كفر جبين بالأليوبية والمجموع 434 المجموع 443 عفوا يا عبد الرحمن دي نزلت خالص 443 والنسبة 98.44 من 100% عبد الرحمن عمر السيد عبد الرحمن طعيمة كفر جبين بالأليوبية كفر جبين شبين الأناطر بالأليوبية 443 المركز الرابع رقم الجلوس 132-63 اسم الطالب صار محمد إبراهيم الدسوقي حسان صار محمد إبراهيم الدسوقي حسان معهد الروضة بدميات والمجموع 441 والنسبة 98% صار محمد إبراهيم الدسوقي حسان الروضة دميات 441 النسبة 98 قرية الروضة فرسكور دميات المركز الخامس 132-62 رقم الجلوس 132-62 اسم الطالب ندى نبوي محمد محمد محجوب ندى نبوي محمد محمد محجوب معهد تفتيش السرو بدميات المجموع 439 والنسبة 97.56% ندى نبوي محمد محمد محجوب قرية تفتيش السرو فرسكور دميات أيضا ألف مبروه المركز السادس رقم الجلوس 36-232 36-232 اسم الطالب أمل محمد أحمد عبد الغفار أمل محمد أحمد عبد الغفار معهد الروضة الشرقية المجموع 433 والنسبة 96.22% من 100% أمل محمد أحمد عبد الغفار الروضة بالشرقية أمل محمد أحمد عبد الغفار قرية الروضة بالزأزيء بالشرقية الترتيب السابع 132-45 رقم الجلوس 132-45 عبد المجيد محمد عبد المجيد محمد رمان عبد المجيد محمد عبد المجيد محمد رمان معهد مدينة قفر سعد بدميات معهد مدينة قفر سعد بدميات عبد المجيد محمد عبد المجيد المجموع 432 والنسبة 96% عبد المجيد محمد عبد المجيد محمد رمان قفر صعد دومياط الترتيب الثامن رقم الجلوس 132-46 132-46 اسم الطالب سعيد أحمد عبد النور محمد كامل سعيد أحمد عبد النور محمد كامل معهد فرسكور دومياط معهد فرسكور دومياط المجموع 431 والنسبة 95 و 78 من 100% سعيد أحمد عبد النور محمد كامل عنوانه بالتفصيل قرية الناصرية فرسكور دومياط 431 طيب الترتيب الخامس والمركز التاسع الترتيب التاسع رقم الجلوس 46-324 46-324 اسم الطالب محمد عبد الله فوزي عوض محمد عبد الله فوزي عوض معهد زوية ضخشور بالجيزة معهد زوية ضخشور بالجيزة المجموع 430 والنسبة 95 و 56 من 100% محمد عبد الله فوزي عوض معهد زوية ضخشور بالجيزة المجموع 430 والنسبة 95 و 56 من 100% الترتيب الأخير التاسع مقرر رقم الجلوس 97-266 97-296 266 رقم الجلوس 97-266 اسم الطالب عبد الرحمن عيد رأفة عبد الرازق عبد الرحمن عيد رأفة عبد الرازق المنايل بالقليوبية معهد المنايل بالخنكة بالقليوبية المجموع 430 والنسبة 95 و 56 من 100% عبد الرحمن عيد رأفة عبد الرازق معهد المنايل بالقليوبية المجموع 430 والنسبة 95 96 من 100% دول أسماء الأوائل الشهادة الابتدائية كفيف بنقول لهم ألف مبروك وحنقول لهم مرة واثنين وثلاثة لأن دول ينبغي نحن نقدرهم وينبغي نحن نقف معاهم وينبغي نحن نكرمهم ونقول أسماءهم مرة واثنين وثلاثة واربعة لأن دول ربنا يكرمهم ويرفع قدرهم ولكن تعالوا مع بعض ينصق بالمدخلة من الحبيب والمؤدب والمؤدب الأستاذ محمد السجيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد إذا حضرتك الحمد لله رب العالمين الله يسلمك يا خبيبي أهلا وسهلا تفضل أهلا بك إزاك يا أبو ملك ربنا يرفع قدرك أستاذ محمد وإزاي ملك ورحمة ربنا يتخليهم لك وبركلك فيهم دائما متألق يا أستاذ ملهم وانت النجم الأكبر في قناة الرحمة وإذا ربنا يرفع قدرك يا رب ودائما بتقدم لنا الجديد سواء كان في مجلس الرحمة أو في الملاسة أو في أي برنامج أنت بتقدمه أسأل الله لك التوفيق دائما أنت اللي منور يا أستاذنا يعني حراك اللي منور في أعلام الأمة البرنامج المتميز واللي عامل شغل جديد واللي بقى متطور وبيقدم حلقات مهمة لأعلامنا وبالفعل هم أعلام الأمة أن إحنا لازم نشوفهم ونعرف سيرتهم ونعرف تاريخهم ونعرف هما بيعملوا إيه من أجل أن هما يكونوا قدوة وعبرة وعظة لكل الدعاة ولكل طلبة العلم في كل مكان اتفضل شكرا زادك الله أدبا وعلما يا أستاذ ملهم وأنا بحيي وبهاء أوهني كمان أبنائنا في الأظهر الشريف ودائما حضرتك دائما بتتحفنا بالجديد وكل عام وربنا يجعلها عادة حسنة وربنا يا ربي يمتعنا بالأظهر ويمتعنا بدنا وبعلمنا ويجعل الأظهر كده منارة للعلم في العالم الإسلامي كله وبقدم تسمح لي يا أستاذ ملهم كلمات كده لأبنائنا في الأظهر أحييهم وأهنيهم بهذه النتيجة اتفضل يا أستاذ ملهم سعد بيجي اتفضل بالعلم تسامت أمتنا بالعلم تجلت مهضتنا والأظهر طول مسيرته ظلت تحدوه عقيدتنا والأظهر للدين منار تحيا بالأظهر سنتنا أعلام الأظهر تتفهم دستورا فيه سعادتنا دستور قد ملأت دنيا نورا وازدادت بهجتنا فخر للأمة أن يبقى فرحا تعلوه حضارتنا فخر للأمة أن يبقى فرحا تعلوه حضارتنا أحفاد الأظهر عنوان تتجلى فيه نجابتنا في العلم النافع ما وهنوا والعمل الصالح وجهتنا يا ملهم حياك المولى يا عسوي فيك محبتنا يا ملهم حياك المولى يا عسوي فيك محبتنا أعطيت العلم مكانته بل أنت بحق زهرتنا ربنا يكرمنا يا رب الله يكرمك الله يخليك أسلمنا الله يخليك يا حبيب في كلمات كده الشباب الأمة في ثواني ممكن حضرتك يعني بإطماعها وشبابنا سأقول لهم كده وبحييهم شباب الأمة اجتمعوا على الإخلاص واستمعوا لصوت العلم والتقوى لشرع الله تتخضعوا شباب أيقظوا فينا حياة العز وارتفعوا نعم وللإيمان وجهتهم وبالأرواح قد دفعوا شباب كلهم أمل وبالأهواء مقتنعوا شباب للعلى دوما وفي الثورات قد برعوا شكرا يا أستاذ مرحة يمين ربنا يكرمك وألف ألف مبروك لأبنائنا وبناتنا من أبناء وبنات الأزهر الشريف وإلى العلاء والرفع دائما يا رب الله مامين شكرا جزيلا للزميل العزيز الأستاذ محمد السجيني شكرا جزيلا لك نقول مرة أخرى مشاهدين الكرام وقبل ما أقول أنا بأكرر أنا قلت أسماء أوائل الشهادة الابتدائية مبصر وكفيف الآن وبنقول الأسماء موجودة أيضا على الشاشة الآن الإسم وإسم المعهد ولكن أنا بتمنى بنقول عايزين نتواصل سويا عايزين الأوائل دول كلهم مبصر وكفيف يكون يكونوا معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة الأربعاء القادم من برنامج الملف بإذن الله تبارك وتعالى من أجل أن نسعد بهم ونكرمهم الآن ونكرمهم على الهواء مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى ولكن أنا بقول من أجل التواصل في عدة أمور وأمور عديدة للتواصل معنا شريط الرسائل ممكن حضرتك كولي أمر ممكن تبعث رسالة وتقول أنا ولي أمر الطالب فلان ورقم تلفونك وحن نتصل بحضرتك من أجل أن نرتب من أجل أن نسعد بكم وتشرفونا عندك مسألة الموقع عندك الإيميل إيميل الموقع عندك موقع القناة عندك الاتصالات الموجودة في القناة تولى 24 ساعة وعندك التلفون الشخصي اللي أنا قلته لحضرتكو جميعا من أجل أن نتواصل ونقول إحنا أوائل الشهادة الابتدائية من أجل أن نتشرفونا بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء الأربعاء وتكريم على الهواء بإذن الله تبارك وتعالى نقول مرة أخرى أسماء أوائل الشهادة الابتدائية كفيف الترتيب الأول رقم الجلوس 152-961 اسم الطالب كريم ممدوح محفوظ إبراهيم كريم ممدوح محفوظ إبراهيم معهد التعمير بالوادي الجديد والمجموع 449 والنسبة 99.78 من 100% الترتيب الثاني رقم الجلوس 177-264 واسم الطالب محمد أحمد محمد عبد السلام معهد ميت علي بالداهلية والمجموع 444 والنسبة 98.67 من 100% محمد أحمد محمد عبد السلام الترتيب الثالث رقم الجلوس 972-65 اسم الطالب عبد الرحمن عمر السيد عبد الرحمن طعيمة عبد الرحمن عمر السيد عبد الرحمن طعيمة معهد قفر جبين بالأليوبية معهد قفر جبين بالقليوبية المجموع 443 والنسبة 98.44 من 100% الترتيب الرابع رقم الجلوس 132-63 132-63 اسم الطالبة صار محمد إبراهيم الدسوقي حسان صار محمد إبراهيم الدسوقي حسان معهد الروضة دومياط المجموع 441 والنسبة 98% الترتيب الخامس رقم الجلوس 132-62 132-62 اسم الطالب ندى نبوي محمد محمد محجوب ندى نبوي محمد محمد محجوب معهد تفتيش السرو بدمياط المجموع 439 والنسبة 97.56 من 100% الترتيب السادس 36 رقم الجلوس 36-233 اسم الطالب أمل محمد أحمد عبد الغفار أمل محمد أحمد عبد الغفار معهد الروضة بالشرقية معهد الروضة بالشرقية المجموع 433 والنسبة 96 و22 من 100% احنا معانا قريتين بنفس الاسم معهد الروضة بدمياط ومعهد الروضة بالشرقية عشان بس تتبقى الأمور واضح احنا قلنا ترتيب الرابع صار محمد إبراهيم الدسوق حسان معهد الروضة بالدمياط معهد الروضة ده قرية الروضة فرسكور دومياط واللي في الشرقية أمل محمد أحمد عبد الغفار معهد الروضة به الشرقية هي قرية الروضة بالزأزي شرقية تمام الترتيب السابع رقم الجلوس 132-45 رقم الجلوس 132-45 اسم الطالب عبد المجيد محمد عبد المجيد محمد رمان معهد مدينة قفر سعد دومياط المجموع 432 432 والنسبة 96% الترتيب الثامن رقم الجلوس 132-46 واسم الطالب سعيد أحمد عبد النور محمد كامل معهد فرسكور دومياط المجموع 431 والنسبة 95 و 78 من 100% الترتيب التاسع رقم الجلوس 46 324 46 324 اسم الطالب محمد عبد الله فوزي عود محمد عبد الله فوزي عود معهد زوي الدهشور بالجيزة معهد زوي الدهشور بالجيزة المجموع 430 والنسبة 95 و 56 من 100% محمد عبد الله فوزي عود معهد زوي الدهشور بالجيزة المجموع 430 والنسبة 95 و 56 من 100% التاسع مقرر رقم الجلوس 97 266 97 266 اسم الطالب عبد الرحمن عيد رأفة عبد الرازق عبد الرحمن عيد رأفة عبد الرازق والمعهد المنايل بالقليوبية معهد المنايل بالقليوبية المجموع 430 والنسبة 95 56 من 100% دول أسماء أوائل الشهادة الابتدائية كفيف طيب أنا قدامي دقتين بالضبط مشاهدون الكرام يعني أيضا يعني من باب نقول مرة أخرى سريعا جدا الأسماء فقط مبصر آية متحة مصطفى عثمان معهد الصفة الخاصة بفتيات الفيوم التاني هدير أسامة محمد أحمد مدينة السلام النموزاجي بالقاهرة التالت البراء محمد عبد الحقي مأمون طور سيناء النموزاجي طور سيناء الثالث مقرر سارة عماد عز الدين خميس طلائع الأزر الشريف الخاص بالقاهرة الثالث مقرر أسماء صلاح عويس عمران عمر بن عبد عزيز النموزاجي بالإسماعيلية الثالث مقرر روان حسين عبد الجليل السيد حسن مدينة السلام النموزاجي بالقاهرة السابع محمد محمود الشربين حسنين أحمد طلائع الأزر الشريف الخاص بالقاهرة السابع مقرر أسماء أحمد عبدالله بغدادي السلام البحر النموزاجي بالقاهرة السابع مقرر سارة علي إبراهيم محمد دمسنة البحيرة العاشر لأي وليد محمود حسن المعهد الكلمة الطيبة الخاص بالقاهرة العاشر مقرر ندي طاهر مقرر إسراء يسري عيد عبدالغاني معهد طنبو بي المينيا دول مبصر الأوائل كفيف الأول كريم ممدوح محفوظ إبراهيم معهد التعمير بالواد الجديد الثاني محمد أحمد محمد عبدالسلام معهد ميت عالب الدهلية الثالث عبدالرحمن عمر السيد عبدالرحمن طعيمة معهد كفر جبين بالأليوبية الرابع صار محمد إبراهيم الدسوك حسان معهد الروضة بدميات الخامس ندا نبوي محمد محمد محجوب معهد تفتيش السر بدميات السادس أمل محمد أحمد عبدالغفار معهد الروضة بالشرقية السابع عبد المجيد محمد عبد المجيد محمد رمان معهد مدينة كفر سعد بدميات الثامن سعيد رأفة عبد الرازق معهد المنايل بالقليوبية بنقول للجميع مشاهدين الكرام ألف مبروك أيضا أكرر الشكر مرة أخرى لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب والشكر والتقدير لوكيل الأزهر الدكتور محمد واصل ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ إبراهيم عي عبد العال عبد الرحمن والشكر لفضيل الشيخ عبد التواب أدبر رئيس الشهادة الابتدائية ووكيل قطاع المعاهد والشكر والتقدير للشيخ محمد جميل رئيس كنترول الشهادة الابتدائية ولمساعدينه الشيخ فاروق عبد الرحيم أستاذ جمال بسيوني والأستاذ محمد نور والأستاذ سعيد رياض والأستاذ حازم سليمان بقول لحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله نسعد بالأوائل دول إن شاء الله في حلقة الأربعاء القادم للتواصل معنا من خلال الرسائل من خلال موقع القناة من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج الملف على الفيسبوك ومن خلال الاتصالات على تلفونات القناة ومن خلال التلفون الشخص 011-36-1966 جريد تتصلوا بنا مباشرة علشان نرتب لي لقاء الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى مشاهدنا الكرام ألف وبروك للجميع وربنا يوفق إخواننا وأبنائنا وأخواتنا في الشهادة الثانوية والإعدادية يا رب ربنا يوفق الجميع اللهم أمين مشاهدنا الكرام كل عام وحضراتكم بخير كل عام وحضراتكم بألف صحة وسلامة مشاهدنا الكرام أحبكم في الله الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة تبعث بالبشر وتهنئ أمتها الكبرى الرحمة تبعث بالبشر وتهنئ أمتها الكبرى وتقدم باخة أزهار وتقول لمن نجحوا شكرا وتقول لمن نجحوا شكرا أسعدتم أفراد الأسرة وزرعتم آملا في بكرا فالوالد في فرح يشد والبيت نياض مزدهر والأم تراقب في فرح وترد الفضل لذي القدرة بوركتم يا روح فؤادي قدمتم للدارس قدمتم للدارس عبرى قدمتم للدارس عبرى الرحمة تبعث بالبشر وتهنئ أمتها الكبرى الرحمة تبعث بالبشر وتهنئ أمتها الكبرى وتقدم باخة أزهار وتقول لمن نجحوا شكرا وتقول لمن نجحوا شكرا